أنتقل أيضا في ذات الملف إلى الزميل محمد محروس من الأقصر ماذا لديك في الأقصر محمد؟ نعم في البداية تحياتي نحن الآن في مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة طيبة شمال محافظة الأقصر واحد من أدخم مشروعات الإسكان التي يقيمت في محافظات الصعيد هذا المشروع يضم حوالي 8 ألف وحدة سكنية وبواقع 288 عمارة في هذه المنطقة لتخدم أهالي محافظة الأقصر يعني جميع المباني التي أنشئت في هذا المشروع قيمت على طراز يتماشى مع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر وترافها الكبير طبعا إلى جانب وحدات الإسكان تم إنشاء عدد من المشروعات التي تخدم هذه الوحدات ولمزيد من التفاصيل ينضم إلي الآن على الهواء مباشرة المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة برحب بحضرتك معي على شاشة أكثر نيوز في البداية عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكثر عن هذا المشروع الكبير الذي يقيم على أرض مدينة طيبة أهلاً وسهلاً بكم في مدينة طيبة الجديدة أولاً مدينة طيبة الجديدة تبنى فيها 6912 واحدة سكانية إسكان اجتماعي مساحة 90 متر وتقريباً شبه تخصصه ومعظمه متخصص بالكامل وحالياً في طور التسكين تقريباً للخدمات الإسكان الاجتماعي طبعاً الدولة بتدي اهتمام كبير للخدمات في منطقة الإسكان الاجتماعي احنا عملنا في كل منطقة الإسكان الاجتماعي في المدينة الخدمات متكاملة من خدمات تعليمية خدمات صحية خدمات رياضية كل الخدمات جاهزة في منطقة الإسكان الاجتماعي في المدينة طب لو اتكلمنا عن البنى التحتية احنا شايفين فيه شغل كبير بيحصل في مدينة طيبة هناك يعني توصيل لأعمال المرافق المختلفة لو اتكلمنا على البنى التحتية والخدمات بشكل عام في مدينة طيبة الجديدة والتي تقدم تحديدا مشروع لإسكان الاجتماع أولا البنية التحتية مدينة طيبة الجديدة المساحة المخصصة الكتلة العمرانية تم إضافة مساحة 4076 فدان السنة دي طرحنا في المنافسة عامة لترفيق 500 فدان ونزلت في الجرائد وفتحنا فني وحيتم الفتح المالي ده عشان نعمل امتداد لمدينة طيبة الجديدة لأن معظم تقريبا معظم الأراضي احنا عندنا 5800 قطعة أرض واحد إسكان الاجتماعي قطعة أراضي إسكان الاجتماعي يتراوح مساحتهم بين 209-276 متر ودول تقريبا تباعوا بنسبة 90% فإحنا عشان نعمل امتداد لقطعة الأراضي الإسكان الاجتماعي اللي بتلقى قبول ممتاز في المدن الصعيد طرحنا مرافق 500 فدان وفتحنا مالي وإن شاء الله متوقع أنه نشتغل فيهم بداية السنة الجديدة إن شاء الله تنفيذ لتوفير قطعة أراضي للشباب ولهالي محافظة الأقصر بالكامل إن شاء الله طبعا احنا كلمنا عن مميزات وحدات الإسكان الاجتماعي المساحات الوحدات يعني غيره من المميزات اللي يعني من خلالها بيسعى الجهاز لجذب الشباب محافظة الأقصر لهذه المدينة يعني المدينة حديثة ولكن احنا شايفين شغل كبير بيحصل في هذه المدينة كلمنا بقى عن أهم مميزات الوحدات السكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي حضرتك أهم وحدات طبعا مميزات وحدات الإسكان الاجتماعي حضرتك بعد المساء طبعا الوحدة كاملة التشطيب أنت بتستلم الوحدة كاملة التشطيب أي ملاحظات الجهاز مع الشركات المنافذة للمشروع بيتم تلافيها فورا حضرتك زي ما أنت شايف أكيد الصورة جايبة على حضرتك اللاندسكيب أو المساحات الخضرة لكل العمرات السكنية طبعا معمولة على تتماشى مع الطاقة المدن المستدامة والجيل الرابع من المدن طبعا طيبة جديدة من الجيل الثاني للمدن المساحات المحيطة بالمنطقة الإسكان الاجتماعي بالذات اهتمام غير عادي متنفس للأطفال حضائق برقولات خدمات كاملة فمنطقة الإسكان الاجتماعي مجتمع متكامل حضرتك داخل منطقة الإسكان الاجتماعي ممكن ما تحتاجش أي حاجة من بره خدمات تجارية تعليمية صحية حضائق منتزهات كل حاجة موجودة في الإسكان الاجتماعي اللي هو موجود حاليا في مدينة الطيبة وفي كل المدن الجديدة أو كل المحافظات مصر إلى جانب مشروع الإسكان الاجتماعي هناك مشروعات إسكان أخرى ينوي الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية إقامتها في مدينة الطيبة لاستيعاب الكثافة السكانية حضرتك طبعا معروف أن الإسكان ده معمولة بخطة خطة مدروسة تأتم من أجهزة الدولة ومن وزارة الإسكان بالذات الخطة دي عدد سكان المحافظة الكثافة اللي موجودة في كل المدينة بناء عليها بيترتب أنه يتعمل في المدينة دي عدد وحدات الإسكان اجتماعي عدد لا المطلوب لا إسكان دار مصر جنة كل مستوات الإسكان بإسلوب ودراسة معمولة وطبعا كل محافظة ستحظى بنصيبها من وحدات الإسكان المتنوعة على مستوى الجمهورية وإحنا مدينة الطيبة عملنا إسكان قومي إسكان شباب إسكان مطور إسكان اقتصادي عملنا كل مراحل الإسكان وحاليا في طور الدراسة أنه إحنا كمان نعمل إسكان دار مصر والمستوات الأعلى في المساحة من ده فكل محافظة لها نصيب حسب الدراسة بتاعت العدد السكان اللي موجود في كل محافظة إحنا نتكلمنا عن خطة التنمية بشكل عام فيما يخص مدينة طيبة الجديدة اللي جازب مزيد من السكان إليها يعني أكيد هناك خطة لتنمية مدينة طيبة وتحقيق الظهار في هذه المدينة مدينة حديثة ولكن هناك جهة كبير مبذول لأنهوض بهذه المدينة حضرتك إحنا ممكن أن نبشر الناس أن مدينة طيبة الجديدة طبعا جزء من محافظة الأسر فيها حاجة شغالة فيها اليومين دول الجامعات إحنا في المنضية اللي إحنا فيها منضية 620 فدان منضية 620 فدان دي هيكون فيها جامعة الأسر دي جامعة حكومية وحيكون وحتتبني السنة دي لها مخصصات والسنة دي كمان افتتحت كلية طب في الأسر في مبنى تم إنشاءه معرفة الجهاز وحضرتك فيه ثلاث جامعات خاصة كمان في المدينة وفيه جامعة تكنولوجية انتهت من مبارح كنا في زيارة لها انتهت بتنفذها لهذه الهندسية انتهت تماما من الهيكل الخرصاني ودي يعني مساحة 35 فدان في مدخل المدينة فحتكون فيه طفرة تعليمية في مدينة طيبة الجديدة وبشرى الناس إنه كمان إن شاء الله حيكون فيه عندنا محطة من محطات القطار السريع لسيادة الرئيس مهتم بالمشروع القومي ده وحيكون عندنا اهتمام كبير بالمنضية الصناعية احنا عندنا منضية صناعية في طيبة ودي إن شاء الله حيكون الاهتمام الفترة اللي جاية بالمنضية الصناعية احنا المضية الصناعية خلصنا 90% من الترفيق بتاعها مياه صرف، طرق، فرمة، كهرباء شغالين فيها بنسبة 80% خلصنا إنجازها ابتدينا تخصيص خصصنا اتنين مصنع وخصصنا ابتدينا احنا عندنا حوالي 56 قطعة أرض مخصصة ورش ابتدينا يطرح في الموقع وزارة الإسكان تخصيص ورش وعليها قبال حلو خالص مخازن عندنا عدد قطعة مخازن كبيرة معظم الشركات ومعظم التوكلات المعروفة في مصر ابتدت تيجي الأقصر وعلشان التنمية في الأقصر وانت شايف حضرتك المحافظة شغالة فيها التنمية بشكل رهيب وفيه تقريبا قريب جدا إن شاء الله فيه افتتاع عالمي لطريق الكباش والمدينة حاليا المحافظة والمدينة معاها بتحظى باهتمام غير مسبوق فإن شاء الله في الأيام اللي جاءة هتشوف طفرة غير عادية في مدينة طيبة الجديدة أو مدينة لقصر الجديدة اللي احنا خلصنا من المخطط الاستراتيجي بتاعها وخلصنا جزء كبير من المخطط التفصيلي بتاعها وحتلقينا شغالين فيها في الفترة اللي جاية إن شاء الله المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة وهذا اللقاء مع المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والذي حدثنا عن مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد في هذه المدينة وأهم الخدمات التي تخدم هذا المشروع وغيره من المشروعات المتعلقة بالتنمية في مدينة طيبة وفي محافظة الأقصر أشيركم مشاهدين على طيب المتابعة والآن عودة إلى الاستوديو شكرا لك زمير محمد محروس من الأقصر والشكر موصول لضيفك الكريم